بسم الله الرحمن الرحيم. اه بعد ما قسمنا الفقرة الاولينية الى مجموعة جمل واخترنا المهمة اللي فيها. اول سؤال بحاول اسأله ان انا هل اقدر ابدل الفيرب ده بفيرب قريب منه. اه يكون يعني زي متراضفات كده. زي هل في كلمة ممكن بديلة عن الكلمة دي. عشان ازود لحصيل اللغوية بتاعدي. فالورد صبعا بيقدم قموس المتراضفات المشهور. انا ممكن مسلا اقف هنا ده بالكليك واختار الكلمة دي. اروح اختار القموس. هو ممكن يقترح علي بعض الكلمات البديلة اللي هستخدمها لنهوات مجانة. اه طبعا اي كلمة كده يعني انا ممكن اقف ان هوات اختار مثلا كلمة زي كده. انا بحب ابدأ بالفيرب بس. لكن احنا ممكن اختار اي كلمة تانية يعني اي كلمة يبتدي ايه اه يقترحها علي. بأمانة هو يعني ساعات ببقى مفيد وساعات بيطلع كلمات بعيدة شوية عن الناحية الاكاديمية. اه او ساعات حتى بعيدة عن موضوع اللي نتكلم فيه في الجملة خالص يعني هو مجرد بس قموس يعني هو ده مجرد قموس بيدور لي على اقرب متردفات للكلمة دي في قموس. لكن الحقيقة برامج الزكاة الصناعية الموجودة اونلاين بتبقى احسن من كده شوية بتقدر يعني الى حد ما يعني على حسب فهمي تقدر تفهم الجملة كلها بتقدر تقترح بعض المتردفات الافضل شوية من كده يعني. فهندخل ان شاء الله مع بعض على المواقع اونلاين ونتفرج مع بعض نشوف بيعمل حاجة زي كده ازاي. انا بحب اختار مسلا الجمل للقصيارة زي كده. يعني الجمل الطويلة دي لها طرق تعامل بعد كده. هنتعامل معها بطريقة تانية. لكن الجمل للقصيارة زي كده هو تمفيدة جدا بالنسبة لي. ان انا ابتدي ادخل اونلاين عمل لها اعادة سياغة. اشوف هل هو يقدر يعيد سياغة بعض الكلمات فيديني متردفات لها. وهل يقدر يعمل اعادة سياغة للجملة بالكامل. بحيث ان هو يطلع نفس المعنى بس باسلوب مختلف او بترتيب كلمات مختلف. فده برضو بيساعدني ان انا افهمت ازاي بيعبر عن المعنى ده بطرق مختلفة باللغة الانجليزية. فهندخل مع بعض اونلاين. فممكن ندخل مع بعض بإذنة مثلا على موقع زي كده. موقع ده يعني مميز جدا لانه هو يعني قريب من حيه الاكاديمية شوية. هو فاهم الجزء الاكاديمي فيقدر يعمل متوافق شوية مع للابحاث والحاكات اللي زي كده. انا ممكن اجي انا هوت للجملة اللي كانت معي. اول حاجة ممكن اشوف بالنسبة له. اشوف كده هو هل فيه كلمات عنده ممكن يحب يغيرها او شايف ان فيه احسن من كده. فهو مسلا ايه? اختار كلمة دي شالها وحط فهو هي فعلا ريحني جدا يعني احسن من خموصة متردفات. هو حطي علي على طول وفعلا دي اقرب كلمة ليها. يعني فعلا رايبين جدا من بعض. طبعا هو هنا بيقول ان انت شغال بنسخة رايل نسخة مجانية. فانت محدود بعدد سطور قليل. زي ما تفعل انا كده كده اصلا احب ان انا اشتغل على جملة جملة. فانا مش فارق مع اي حاجة زي كده خالص. انا مش يعني انا ده حتة ان حد ياخد مسلا ست سبع جمل في فقرة واحدة ويدخلها على موقع اونلاين تعمل له برافريزنج وقالين يحضطها في الرسالة بتاعته وخلاص. انا شايف ان ده يعني مش مش صح بصراحة. الصح ان الواحد يمسك جملة جملة ويحاول يفهمها ويتعلم هو منها. احنا مش مش هدافنا احنا بس نعدي موضوع نسبة الاقتباس وخلاص. لكن هدافنا احنا نتعلم لغة انجليزية. طيب انا ممكن اقول له برافريز شوف كده انت هيقدر تعمل لي قاعدة سياغة للكلام ده ولا لأ. فهو راح جاي اه يعني غالبا سبت لي كل الكلمات. اه هو سبت لي كل الكلمات تحت. يعني الى حد ما سبت. اه سبت لي كل الكلمات. بس اشطاب دي وحطي لي شوف. ماشي يكتر خيره يعني معقول مش وحش. بس اهي ايه محاولة منه يعني كويس جدا. معقول حلو. كده انا اتعلمت حاجة. اتعلمت ان انا لما حاب يعيد سياغة الجملة. الموجود اللي احب بيبزله ان هو بس شطب كلمتين. وحط كلمة واحدة مكانهم. ده بيقلل عدد الكلمات. وفي بعض الاحيان ده بيبقى مطلوب يعني دي حاجة كويسة. تعالنا تخدمتها في الفيديو ده. هحطها ان شاء الله اللينك بتاعها هحطها تحت الفيديو. لكن دي الادوات اللي انا يعني ايه? حس انا بارتاح معاها. يعني اه يعني اخترتها من وسط الادوات الكتير اللي موجودة. ممكن اعمل ما حلاك تسمع مثلا الفيديو ده. تلاقي ادوات جديدة نزلت على العالم. لكن احنا بس ايه? يهمنا الفكرة العامة يعني. انا هنا برضه هدوس مثلا هنا اه 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 كنترول في paste. واشوف كده paste classic paraphrasing. اشوف هو فيعمل اية隊 ميزة هنا اهوت ان اوة ه eyelids emitلي الجملتين جنب بعد. فبيرايحني طبعا انا انا ايا اداة ابقان بعناية كده ما بينهم. هنا have a lot of potential. هنا hold significant promise. for making it easier. to improve. to diagnose. disease diagnosis and treat diseases. ماشي. هو هنا طبعا واضح ان هو بيحب جدا استفكرة التبسيط الكلمات. هو بيشكل كلمات تقيلة زي significant و promise و improve والكلام ده وخليها make it easier وركصل زي كده هوت. خلي بالك انه الكلمات البسيطة زي كده هوت دي رغم ان هي رغم ان هي سهلة و انا دوست بس عليها غلط رغم ان هي سهلة ومميزة وكل حاجة الا ان مستوى الكتابة دي اضعف من مستوى الكتابة دي لان دي كلمات بسيطة دي كلمات اكاديمية اكتر. فخلي بالك من النقطة زي كده هوت ان مش اي برنامج برافريزر نقدر نستخدمه او نقدر نعتمد عليه او حاجة زي كده هوت. انا بالنسبالي اللي هو عمله ده انا اغلبه رفضه. انا مش مش حابب اللي هو عمله ده. لانه اغلبه يعني هو قلل من مستوى الجملة. هنا دي كلمات ايه لا شوية اوه انا عارف بس دي making it easier دي مش حلوة. دي دي حاجة يعني لغة ضعيفة. فما ينفعش نحن نستخدمها يعني. فده من ضمن التنبيهات اللي حابينا بس ايه نتكلم فيها. الحمد الله يا ربنا اراد ان المسال زي كده ظهر في حاجة زي كده. عشان نشوف مع بعض يعني الكامده هوت. ايه نشوف مسلا ادوات تانية. ايه برضو ده مش معناه ان الاداة اللي فاتت دي وحشة على طول. لكن معناه ان في الجملة دي الشغل اللي هي عملته ما عجبنيش. لكن ايه دي بس الفكرة يعني ببساطة. ان احنا لازم ناخد بالنا من انه كل اداة وليها شغلها او ليها طريقتها. ايه مناسبة في بعض المواقع اللي زي كده بيطلب مني ان انا الغي معنى الشغل تقريبا في مشكلة في الموقع. انا بس ايه حقق في الفيديو لغاية ما نسلح المشكلة بيس. تمام انا هنا عملت فيست هوت وهقول له برافريز. هو انا بس الشاشة يعني حصل زوم معي اتكبرت قوي فهنا برضو في ميزة اكتر ان هو حاطط لي برضو هو شاشتين قدام بعض. ايه فانا قادر اشوف الجملتين. وفي نفس الوقت هنا هو مبين للتعادلات اللي هو عملها. ده برضو افضل شوية من الموقع اللي فات. اه هنا ممكن اشوف هو ايه? بدل خليها ماشي. معقول كده برضو انا اتعلمت حركة ان هو يعني ايه ماشي. يعني تعليل زي كده ماشي. اه ماشي. يعني جاب دي اف كزا ماشي معقول. دي خليها ثرابي. اه في ناس بالنسبة له ممكن تشخيص المرض حاجة مختلفة عن علاجه. فبالنسبة لهم الكلمة دي ما تنسبش الكلمة دي. فهنا برضو ده تتثوق اللغة وزي ما قلت لك دي ميزة ان انت تبقى فاهم المعنى باللغة العربية الاول. عشان كده يعني عملنا فيديو الواحد ومخصوصا اللغة العربية. ان انت تبقى فاهم الفقرات باللغة العربية وتبقى فاهم الجملة باللغة العربية عزة تقول ايه? ما تخدش اي حاجة كده عمياني وخلاص. فيه بناس بالنسبة لهم المصطلح ده يفرق عن مصطلح سيرا فيتا. فمش اي حاجة قادر اخدها كده وخلاص يعني. فيه ناس بالنسبة لها ممكن يحس ان الاتنين قريبين من بعد فتعدي في الجملة دي. او تنفع. حتى لو المعنى تغير شوية بس الجملة تنفع او تعدي. فدي فكرة مضمن الافكار يعني الايه? اللي بس منفتح فيها كلامها بعضو نفكر فيها ما بعد يعني. طب برضو موقع من المواقع اللي ممكن نحاول نفكر معها نستخدمها. ادي برضو نفس الجملة ايه? كونفرت. ابتدي اشوف هو هيعمليه. هنا هو بيحطهم تحت بعض. هو بقى غير امبروف وخليها امين. انا بصراحة اول مرة اسمع عن كلمة امين دي. فانا هروح اضطر ادور عليها واشوف امين دي معناها ايه? عشان اه اتأكد هل فعن الامين دي مناسبة بدل كلمة امبروف ولا لأ? بعد كده ممكن بقى ايه بعناي احاول ادور على التغير لان هو هنا ما بيوضحش بصراحة ايه التغير اللي هو عمله. ايه شال سجنيفيكانت وحط براماونت برضو معقولة حلوة. يعني الى حد ما امتهالي تنفع. رغم انه في الكتابة الاكيدمية سجنيفيكانت احسن وافضل الى حد ما في رأيها متعاودين عليها اكتر يعني. بس حلوة يعني اظن انها معقولة مش وحش. برضو هاتطر ادور على كلمة دي اكتر واتأكلها الفعلا هي مناسبة للعاية. في برضو اداء زي كده هوت اظن ان هي اداء كويسة بازن الله. ايه على ما افتكري ان الاداء دي كانت محتاجة ان انت تعمل فيها. يعني ساعات في بعض الادوات فوق بيبقى يطلب مني ان انا مسلا ادخل اسجل معاهم بالايميل او ساعات انا بدخل بحساب الفيسبوك ساعات بيرضو. فممكن لو دخلت اتجرب موقع من دول اول مرة ليه بيطلب منك انا بس عشان يعني بدخل عليها بقالي فترة. فحكون ناسي غالبا انهي فيهم كان عايزة ساعين وانهي مش عايزة. فانا ممكن اضغط ان هو تستارت يوزنج. وابتدي اشوف فقا المحرر بتاعه اهو. هو ان هو اتعمل لي برضو الاسملي كويس ان هو اسملي شاشة بالنص. برضو ده بيساعد معايا كتير. هنا دي برضو ميزة ان هو بيوريني الكلمات اللي هو شطبها والكلمات اللي هو اضافها. فدي حاجات كويسة جدا من نسبة لي. اه اه هو حولها الفرب. خليها هي بتاعد ان هي تحسن. اه حلو كويس جدا. انجينير نانو ماتيريالز خليها نانو ماتيريالز. والله برضو ده بقى مشكلة ان هو ايه? هو هنا دخل نفسه في حتة ان هو تغير مصطلحات. يعني انجينير نانو ماتيريالز زي مصطلح. المواد النانو مترية المهندسة. هو خليها يعني زي المصنعة مسلا او المنتجة او المطورة او حاجة زي كده. ففي ناس ممكن تقبل التغيير ده. وفي ناس ما ديقبلوش لانه هو غير مصطلح علمي عند عند اهل التخصص ده. اللي يهمني بس كله في الفيديو ده انك تاخد بالك انه هي مش موقع واحد برافريزنج بندخل عليه. والبرافريزنج نفسه فني. يعني احنا كده كده احنا ممكن تدرس محاضرات من على يوتيوب او من غيره انك ازاي تعمل انت برافريزنج بنفسك. لكن انا هنا وقت بتعلم من الزجاعة الاصطناعي اللي بيعملي قدام مني على طول. انا مشوف منه على طول قصة زي كده هوت. وابتدي اجرب كزا واحد وزي ما اتفقنا. كل واحد منهم له جهات نظره. كل واحد منهم بيعمل حاجة. في واحد منهم بيشيل كلمة ويحط كلمة. في واحد منهم بيشطف كلمات بالمنظر ده ويعني يقدر يحط كلمات قوية زي كده. في واحد بيختصر زي كده ويحولها الفيرب ودي حركة زكية بصراحة مش سهل ان حد يعملها. فيه زي ما شفنا في الاول مجرد بس ايه يبدل كلمة مكان كلمة وخلاص. فيه ناس بيقدر يغير شكل الجملة ويقلب بداية الجملة يجيبها مكان اخرها واولها مكان اخرها ويحولها من فيرباتل مسلا لنونزو حاجة زي كدهوات. فكل طول بصراحة على حسب مستوى التقدم بتاعها على حسب الامكانيات اللي هي سامحة بيها في النسخة الفري منها يعني. دي بس كانت الفكرة ببساطة ده اللي حبيت يعني اوصله باختصار شديد. كده اقتمرار. لكن هنا بس ايه حبيت انبه على بعض النقط اللي شفتها والاخطاء اللي بيقع فيها بعد الزمله ان هو يعتمد على واحد بس وخلاص على كده ويأمن له كده يعني من غير ما يراجع وراه من غير ما يشوف كذا حاجة. تاني حاجة زي ما قلت لك ان احنا بختار جملة واحدة من دول وافضل اتحرك معها في كذا موقع علشان انا اتعلم. اشوف كده ده عمل ايه ده عمل ايه ده عمل ايه. كل طب يسعيدني اكتر لكن لا غنى عن فكرة ان يكون عندي حصيل اللغوية. لا غنى عن فكرة انا نكون عارف المصطلحات الاساسية في التخصص والمصطلحات دي مش حعرفها الا من كتر قرية الكتب والريفيوهات. حتى لو رفيوهات بعيدة شوية عن شغلي بس جوة الدائرة العامة للتخصص اقراها وتعلم منها تعلم لغوي. مش بس تعلم معلمي او معلومات او كده لا انا عايز اللغة اللي بيكتبوا بيها. مش في المصطلحات اللي بيستخدموها وها كزا. مفيش غنى عن حاجة زي كده ان الواحد حتى يتعلمها يدوي. انه من كتر قرية الريفيوهات ويراجع الكلمات بنفسه وياخد باله ويبتدي يعرف ويسجل حتى النفسه في كراسة كده. يعرف المصطلحات والفوكابلالي والمترادفات اللي هو محتاجها. لكن البرامج الزكال الاسطنائي حقيقي بتساعد. يعني عندها يعني ليها فايدة ان الواحد ممكن يحاول يشتعر عليها ويستخدمها يعني بس لنا. بس نكمل بان شاء الله فيديو اشتركوا في القناة